شايف لغات ما زمايلي يدخلوا? حد عند السؤال في اللي فات? دائم. تمام? مهم جدا نقراها. زي ما قلت انا ممشتش انا ما سلتش حدث بس ايه? كل حد سأيل عنه كلمتين بس. اقروا التفاصيل حتثبت في دماغتو ان شغل. سواني زمايلي كان معانا كمان يسرى ويسر ونسمة صح? نسمة كانت موجودة صح? ايه نسمة كانت معانا في الاول ولا اي شباب? انا بنت ديقة واحدة بس تكون دخلت. حتى عندو طيب سؤال اي سؤال? في حاجة مش واضحة? نا ما استعمل. نكمل ولما تدخل بقى عايد لها. يلا نكمل. طيب. احنا هنبدأ في الفصل السابع. الفصل السابع? لا لسه احنا في الفصل السادس قلنا اخر حاجة اه معناش اه. زي ما قلنا اه اه الفصل السابع. لا دا فيه جزء مهمة لسه مهمة جدير سوان جدا. ايه هو? فجأة وهم دلوقتي اللي بيحصل الرقيق او العبيد كانوا بيتباعوا ازاي? بيقف الولد على مسرح او البنت و جنبه واحد بيقول اشعار في الولد والبنت عشان يغري الناس تشتريه. تمام? بتدور لغاية ما يتباع ويتعمل مزيد عنه. طيب. فجأ السوق رجل دمشقي. احنا فين دلوقتي احنا في دمشق او راحين يعني هو الراجل هيشتريه ايه اه في دمشق. يعني خيات جولنار دلوقتي جولنار والجهد كانوا في منطقة موارئنا. بعد كده حيروحوا مع الشيخ سلامة الهن. بعد كده دلوقتي احنا راحين دمشق. هيتباع في دمشق. تمام? وبعد كده هنعرف ازاي هيوصل يعني ازاي قدس ده هيوصل لحكم مصر. هو دلوقتي ولد اشتريه تجار رقيق من الهن. هيبعوه في دمشق. دي اخر حاجة وصلنا. طيب. اه اه زي ما قلنا جاء سوق الرقيق راجل دمشق يشتريه له. فشعر بالروحة لما رأى ايه? اه قدس وشترى. فلقاه بينزر لجولنار نظره فيها قلم وحصرة لما حس انه هيفرقها. وهو مش عايز يفرقها دي هي كل اهله اللي فضلين. وخصوصا ان هم هيعرفوا ان جلال الدين مات. فدلوقتي قدس وجولنار هما اللي اتنين هما كل يعني كل واحد فيهم يعتبر اهل التاني. يعني هو قدس ملوش اهل تاني غير جولنار. وجولنار ملاش اي اهل تاني غير قدس. فالرجل ده هيشعر من نظرة الطفلين ان هم حيتألمهم لو تفرق. افترق يعني. فحيقرر ان هو ايه? اه يشتريهم. اه. فحيشتريهم. فقدس وجولنار من السازاجة حيتكروا ان الراجل اللي جاي يشتريهم ده هو حد من اتباع جلال الدين جاي متخفى عشان ينقذهم. بس لما حيرواحهم على البيت هيكتشفوا ان دي احلام طفولة يعني. اه. طيب. اه ونفس الفكرة جات في زهن الولد والبنت في نفس اللحظة لان هو كانت بيقول وصلوا لدرجة من التقانف. ان كل واحد فيهم بيعرف ايه اللي في زهن التاني من غير ما يتكلم. اه. بس. الراجل ده اه ما انقذهمش من الاسر. بس انقذهم ان هما يتفرعوا. وفضلوا هما الاتنين مع بعض. تمام كده? ده الفصل السالس. في مشكلة? هم. اه مستمر. الفصل السابع. مين الراجل ده بقى? يبقى الفصل السابع. الراجل ده اسمه الشيخ غانم المقدسي. طيب. اشترى الولد ليه. اشترى قطس ليه وليه راح السوق يشتري الولد اصلا. اش معنى ولد. عشان هو عنده ولد اسمه موسى. وهو بدأ يكبر في السن. فالمفروض اللي يرعي تجارته هو موسى. بس موسى ده ولد فاسد. فاشترى الغلام ليعوضه عن ابنه الفاسد. الفاسد اللي انفق في تربيته الكثير ليكون راجل صالح ولكنه نشأ فاسد القرب. تمام? نعين? تمام. طيب. قدس حيعيش هو جهد او جولونار في بيت الشيخ غانم المقدسي. اه حيلاقوا معاملة طيبة من الشيخ غانم ومن زوجته ولكن معاملة سيئة من موسى. بس موسى ملوش امر يعني الامر الشيخ غانم لسه عايش. والامر في ايد الشيخ غانم. طب ايه اللي حيحصل بعد كيف هنعرف. بس فكهة حينتشر خبر عن موت. حينتشر خبر موت جلال الدين. موت جلال الدين في ناس هتشمت فيه لانه هو كان بيهجم على البلاد المسلم. وفي ناس تانية هتحزن عليه لانه كان اخر ملك عندنا امل انه خلصنا من التتار. لان في الوقت ده ما كانش فيه راجل او شخص نقدر نلتف حوله انه خلصنا من التتار. فكان في ناس شايف انه حتى لو فاسد بس هو الامل الوحيد. فهيختلف الناس منهم من شميتة بموته ومنهم من حزن عليه. لما قبع به هو ابوه من جهد للتتار. يعني كان عموما الملكين الوحيدين اللي بيجهدوا التتار في الوقت ده. طبعا تفتكروا قدسه بالنار. هيبقى ايه شعرهم تجاه متجلال الدين? هيحزنوا. هيحزنوا حزن شديد. مش عشان جلال الدين بس هو الملك او المنقذ ليه. او يعني هو اهله. يعني عشان هما اهله. لا عشان هو الامل الوحيد. هما كان عندهم امل ان جلال الدين بيدور عليهم وحينقذهم. جلال الدين مات. فمين حينقذهم? سلامة مات? سيرون مات? جلال الدين مات? مين حينقذهم? ووريس العرش اللي كان حيرحكم بعد جلال الدين هو قطز نفسه. مش قادر يرجع تاني الملك والحكم. فهو نفسه المفروض اللي ينقذ مش هو اللي ينقذ. فالوضع خلاص كده انتهى. فانقضعت آآ رجاءهم او املهم في الرجوع. آآ بس اللي خفف عنهم انهم ما لقوا في الحياة الجديدة دي. اللي هدو لقوا البر والاحسان من الشغانم. كان الشغانم بيعامل خطز وقول النار معاملة سيئة. ووعدهم لما شاف اللي بينهم من بدأوا يوصلوا السن للشباب. هي وعدهم بالزعم. واوصى حط في الوصية بتاعته ان هم ما يتجوزوا لهو. هو كان دلوقت شغانم مريض. تمام? فاوصى او وعدهم انه هو اول ما يخف حيزوجهم. ويا شباب او يا قطز ويا جولو النار. لو انا مت. انا كاتب في وصيتي ان انتو تتجوزوا وان انتو لكوا جزء من املاكي. تفتكروا موسى حينفذ الوصية دي؟ اكيد لأ. اكيد. هو حيوصي انه هو لو دهموا الموت انه هم زواجه واوصى بجزء من املاكي. طبعا موسى هيغير جدا من محمود. خصوصا ان الشيخ غالم كان مخلي محمود هو اللي بيدي موسى مصروفه. وموسى طلب من محمود ان هو يسرق له جزء من فلوس والده وهو رفض. فطبعا اكيد موسى هيكرهه. صح? ان الخزنة او مفاتيح الخزائن كانت فيد ايه قطس. وكان هو اللي بيدي له راتبه الشهري. وكان موسى كان بيحتاج مال زيادة طب بيحتاجه ايه? عشان بيصرفه على الله والشراب. وكان بيتوسل القطس انتم تخيلين? كل ده حيرجعوا بقى ايه? على القطس تاني. حيردوا تاني من القطس. كان بيتوسل القطس انه يعطيه زيادة. وكان القطس بيرفض لان هي ايه امانة. حيموت الشغل. طبعا فرصة موسى انه انتقم من ايه? من القطس. فابطل الوصية. وحاول انه يتودد للجهاد كان هو عايز ياخدها يتزوجها. فلما لقي منها نفور حيقرر ربحها لرجل من مصر. شوفوا القصة دلوقتي? حيشتري جولينار او جهاد رجل من مصر. يبقى جهاد هتروح فيه مصر. طيب قطس? لا لسه. قطس ما يملكش امره. ما يقدرش يسافر. ما يقدرش يتحرك. هو ملك موسى دلوقتي. لان هو طبعا كان عبد. والعبد شيء يعرض. فاللي ورث يعني تخيله الشخص مين اللي ورثه موسى. تمام? طيب. اه كان قطس ليه صديق اسمه تركز معايا الصديق ده حيغير في الاحداث بعد كده. اسمه علي الفراش. حتة فراش صغير. تمام? فراش مالوش اي قيمة. بس قيمة الراجل ده فيما عارفه او مين سيده. هنعرف كمان شوية. طيب قطس في مرة كان قاعد مع الحاج علي الفراش. موسى جيه. لا قاعد معاه. فكلمه بطريقة سيئة ورح ضربوا بالقلم. وشتمه وشتم اهله. يعني موسى شتم قطس واهل قطس. وضربوا بالقلم. حيبكي قطس. علي الفراش هيقوله انت اه يا هو سب وسبق ابا وجده. فبكى. فقال له انت بتبكي على لطمة ضربة. قطس قال له انا مش ببكي على كده. هو سب ابويا وجدي. هو ما يعرفش ابويا وجدي مين? ده انا. هيقوله بقى هيعترف. انا محمود ابني ممدود. عم او خالي بقى جلال الدين. انا وريس العرش. هيفرح الحج علي بالحكاية بالاعتراف ده لانه بيقوله انا كنت شاكك في امرك وعارف ان انت مش مجرد عم. ايه اهمية الحج علي الفراش? ان هو مولى السيد ابن الزعيم. مين ابن الزعيم? وايه اهميته? انا اعرف دلوقتي. تركز معي. ابن الزعيم عالي الفراش هيحكي القصة دي لابن الزعيم عشان يخلصه من اه يخلص اه محمود من اضطهاد موسى. وكده الفصل السابع ينتهي. نكمل الفصل التامن وكده انما انا هجي خلاص كل سنة وانتم طيبين يا شباب. الفصل احد عنصر? نعم نكمل. اه شباب لو انت حس انك تقرأ قصة شيء تقيل ممكن تسمع اه يعني فيه كتير على اليوتيوب للقصة. يعني انت لو سمع انك تسمع القصة تقيلة او تكتر تقرأ قصة فيها شيء مش صعوبة اسمحها بس اسمحوا بتاركز. اه المهم ابن الزعيم ايه اهميته? او ايه موقفه? او ايه اللي هيغيره لي في الاحداث? ابن الزعيم هيقدر اه يشتري محمود من موسى. طب هي دي الاهمية? لا. اهمية ابن الزعيم ان هو هيعرف موسى بشخصية هتغير اه هيع اسفة. هيعرف قص بشخصية هتغير حياته تماما. هتغير تفكيره ومعتقداته هتغير كل شيء. نعم. ابن الزعيم هيقرب قص حياة قص هترجع تاني افضل. اقربه منه وحيعرض عليه الزواج. اه بس طبعا قدس هيرفض لانه هو ايه? بيحب اه جولينار وعنده امل انه يلاقي ايه تاني. وهيوصي الحاجة على الفراش انه يعتني في قدس. وكان اه قدس بيصلي وبيحافظ على السنن ويأثل القرآن. وهيتعرف في بيت. ركز معي بقى الشخصية اللي هتظهر بقول لكو هتغير قطس. هيتعرف في بيت ابن الزعيم على الشيخ اللي عز ابن عبد السلام. سمعتوا الاسم ده قبل كده? فاكرين في القصة طموح جارية. آآ جماعة آآ قاهرة وجماعة دمشق. وقلنا مين زماعة زعيم الجماعة دي كان العز ابن عبد السلام. في الوقت ده كان جلال الدين على فكرة آآ جلال الدين وآآ شغرة الدر بيحاولوا يوصلوا للحكم. فاكرين? وقلنا ان تكونت جمعيتين جمعية في دمشق بقيادة العز ابن عبد السلام مجمعية في قاهرة بقيادة آآ 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 آ لما شاف فيه اللي شافه بقطس خلاهي عرفه على عز بعد السلام لأ في قطس رجحت العقل وجودة الرأي وكمال الرجول هيبدأ الملوك في الوقت ارجع تاني لقصة شجرة الدر في الوقت ده عرفنا ان الصليبيين هجموا على البلاد المسلمة ولقينا ان فيه ملوك بتتحد مع الصليبيين والملوك بتحاربهم صح ولا لأ طيب فاكرين قلنا ان اهل دمشق كانوا بيشعروا بغضب شديد ده اتجاه الحاكم بتاحهم ليه؟ تعالوا نشوف مين الفريق اللي كان بيناصر الصليبيين ومين كان بيعادي الصليبيين طيب اللي كان بيناصر الصليبيين عماد الدين ابن اسماعيل مين عماد الدين ابن اسماعيل ده حاكم دمشق مش بس هو كان بيتحد مع الصليبيين لأ ده سمح لهم يدخلوا يشتروا الاسلحة من دمشق ومين كان بيعادي الصليبيين كان نجم الدين انا كانت بجالة الدين هو نجم الدين اللي هو وزيركم شجرة الدر نجم الدين حاكم ايه؟ مصر تمام؟ معايا؟ طيب الشيخ بن عبد العز الدين بن عبد السلام احنا عارفين ان هو رجل هو كان امام المسجد في دمشق وهو رجل لا يخشى في الحق لو ما تلاقيه فلما يحصل ان جاماد الدين ابن اسماعيل يتحد مع الصليبيين هيقطع الدعاء له احنا عارفين ان كان يوم الجمعة بعد الخطبة بيدعو الخطيب للحاكم هيقطع الدعاء له مش هيدعوله وحيجهر بفتوة تحريم بيع الاسلحة للصليبيين وحيجهر بان الحاكم اللي سمح بده هو خارج عن الدين وخارج عن الملة ولا يصلح للامامة اصلا هو مش مسلم ولا يصلح ان يبقى مسلم طبعا الخطبة زي دي هيبدأ يحرد زي ما قلنا كان الشيخ عن السلام بيحرد كمان بيتصل بنجم الدين وبيحاول يحرده ان هو ايه يطهر الشام من الصليبيين ومن اعوانه وزي ما قلنا الخطبة زاكر فيها كمان الجهاد وفضائله وهمية اعلاء كلمة الله وزي ما قلنا لم يدعو الملك في نهاية الخطبة بالعكس هو جهر بإيه عدم حقه في الحكم يعني طبعا الخطبة دي الناس كلها اعجبت ديها بس فيه ناس اختلفوا فيها ازاي اختلفوا في مصير الرجل اللي قال الكلام ده يعني هو كل الناس اتفقوا على اعجابهم بالخطبة بس اختلفوا مصير العز بن عبد السلام فيه ناس شايفة يبقى يجيسوا قال فيه من يعني الخطبة دي خلت الناس اتفقت على شيء واختلفت على شيء اتفقت على الاعجاب بالخطبة طب واختلفوا في مصير الشيخ فمنهم يرى ان الصالح اسماعيل هو كان لقب الصالح ما ديني بن اسماعيل حيقتله ومنهم شايف لا دا مش هيقتله هو هيحبسه ومنهم شايف لا دا هو مش هيقتله ولا هيحبسه وهيصدر امواله وهيعزله من الخطبة اه وغيره بقى يعني وما عارفين انه هو هيعاقب على الكلام دا طيب فعلا الصالح اسماعيل هيعزل الشيخ العز بن عبد السلام من اختطبة وهيقبض عليه وهيحبسه فين في بيته اللي هو تحديد الاقامة اللي احنا دلوقتي نعرفه بتحديد الاقامة تمام معايا ركز في الحتة دي هي بداية الترمي التاني قطس حيتردد حيترنكر في زي حلاء وهيتردد حيدخل ما هو العز بن عبد السلام محبوس في بيته فقطس حيتنكر في زي حيلاء ويدخله ويخرج من عنده حينقل حنعرف بعد كده ان هو هيقدر ينقل تعليمات العز بن عبد السلام للجيش عشان لما العز بن عبد السلام يطرد حيوفق ما بين جيش دمشق وجيش مصر طب ازاي لان قطس هيبقى في الجيش تمام طب وجيش مصر حنوصله ازاي ما هو حيتنفي هنعرف التاني التاني حيتنفي من دمشق وهيتنفي لمصر فهيقدر يوصل لإيه لجلالة دي قطس في الفترة دي حيراء حيراء في المنام الرسول صلى عسل بيبشروا والأول حاجة بيقترب منه وبيبشروا بملك مصر وبهزمة التاني فحيحكي للعز بن عبد السلام الرؤية الجميلة دي فطبعا حيفرح بها جدا وحيدعو العز بن عبد السلام دعاء لقطس ان هو حق الرؤية ويجمع شمله بقبل نعر حيقول إيه الدعاء الدعاء بتاع العز بن عبد السلام اللهم إن في جسد هذا العبد الصالح مضغى مضغى يعني قطعة لحم يقصد القلبين تهفو إلى أليفها في غير معصية لك فاجمع بينهما على كتابك وسنة رسولك حيقدر قطس يضعي نفس الدعاء ده بس هيشيل جملة إن في جسد العبد الصالح هو مش هيزكي نفسه هيقول إن في جسد متخاطفة لأليفة ويكمل الدعاء ويفضل يردد الدعاء ده لغاية ما يرجع تاني يتجمع بجنار الترم التاني خلصت القصة وخلص الترم المنهج الترم الأول حتى عنده سؤال كورسان أنتو طيبين يا شباب حتى عنده أي سؤال لو حدا وقت مني في الأحداث أنا لسه عندي وقت حتى عايزني عيد أي شيء أنا عندي كمان فصول وليه مسعي دي فصل رقم كزا أنا معي أنا معي وقت شوفوا إيه اللي ويعملكوا عيدوا مفيش طي أنا معي وفكروا وغاية مفتح الكتاب نحل تدري طيب تعالوا نحل نصوص وكده كده من المرة الجاية احنا مش عارفة حيبقى فيه قبل المراجعات وقته ولا لو فيه حصة قبل المراجعات حنحل تدري مفيش حنقيه حنبدأ في المراجعة فقط طيب نبدأ باسم الله يلا يا خديجة اقري الفقرة هي كزا ثلاث فقرات كل واحد يقرى فقرة يلا خديجة الفقرة الأولى بس طمع ايه اه صفحة كامل صفحة متين وتلاتين اما بعض الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهلي على النار الغير اللي هو طبع خلينا لا دعوه مطلوب في الاختيارات كميلي تمام اه صفحةكم ويجتمل علي حبابائكم من الأمور العظام التي يمضت فيها الصغير ولا يتحاشى عامها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكبير لأهل تعاكة والعذاب العليم لأهل المعصيطي في الزمن السرمدي الذي لا يزور تمام اول حاجة عندنا هنا يلا او لا عبد الرحمن كملوا الفقرة الثانية عبد الرحمن تمام اه اللي هو اللي أولها هتكونون هتكونون كمان بطرفة عينيه الدنيا وسدد مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه هنا بيتكلم ليه لأن ساعتها كان الخليفة بعث زياد لمكان مليا الناس خارج عنه يعني كان فيه هنا ناس عايزة تخرج عن الحكم فبيقول أحدثتم في الإسلام حدث لم تسبقوا إليه يعني محدش خرج عن الحاكم قبلوكو يعني كملوا كمل عبد الرحمن من ترككم من ترككم الضعيف يقهر ويأخذ من الماله ما هذه المواخير المواخير في النهار المبصر والعدد غير القليل ألم يكن منكم نهاء تمنع الغواه عن تلج الليل وغارة الآن النهار المبصر والعدد غير القليل نهاء نهاء قربتم من قرابة وبعدتم الدين قربتم القرابة قربتم القرابة وبعدتم الدين تعتذرون بغير العزر وتغضون على المختلس تغضون يعني تغضون يعني تعملوا تتعاموا كل امرئ كل امرئ منكم يدوب يعني يدافع يدوب عن السفيه يدوب عن سفيه صانع من لا يخاف عقبه ولا يرجع صانع من من هذا لا يخاف الشخص المكان مشيء يعني ولا يرجع معادم المعادم بمقيمة ولقد انت فين ما انتم بالحلماء ورقدت تبعتم السفهات ما انتم بالحلماء ما ترون من قيمة سويني بس اشوفها سويني بس اشوفها افتم بكم ما ترون من قيامكم دون دون حتى انتهكم انتهكوا حرمة الاسلام اني رأيت اخر هذا لا بس كده يسر تكمل جزء ده لا يصلح الله ساني ساني الله سعبد رحمة شكرا يسر تكمل جزء ده بس انا سنشوف حاجة بس هو ده بعد ده انه درس يعني انه عاصر عايز عاصر وده كده الحسن بصري الاخير تمام يلا يسر كملي اني رأيت العنف واني اخسم بالله لاخذان الولية بالمولى والمقيمة بالزوعل والمقبل بالمطبر المطيع بالعاصي والصحيحة منكم في نفسه وبسقيم حتى يلقى الرجل منكم اخاه فيقول انجل سعد فقد هلك سعيد او تستغيم قناتكم تمام يلا خدي يسر او سويل ما مراد في الغي في السفر او هدأت او تعالي نرجع الاختيارة طب لو دير الجملة اخدي الجملة كده اريها والغي الموفي باهله على النار ما فيه سفهائكم الموفي يعني اللي بيوصل اهله للنار الحكم الحكم هو اللي هيوصل للنار الحكم الحماقة طبصودي الحماقة تمام لا الغي هو الضلال معناها الضلال او التمادي في الشي طيب معناها الضلال او التمادي في الشي ايه اللي اقرب للمعنى اللي انا بقوله ده البطل البطل بزبت كده طيب يلا يا خديجة اخد السؤال التاني ما يزل الصور البيانية في الضلال العمياء في سطر الاول المباد ان الجهال الضلال والجهال العمياء هل يوسف يعني ولا تعال نرجع كده عشان نشوف السياق اما بعد فان الجهال الجهال الجهالاء والضلال العمياء وارغي هو هنا كان مفروضي بستعارة ماكنية صور الضلال بشخص اعمى بس هنا مافيش في الاختيارة تستعارة مقنية طب ايه ممكن نفكر في تين ممكن مسلا اصور الضلالة بالعمياء الضلالة بالعمى نفسه يعني ممكن ساكتب نوع الصورة تمام مين على الدور كده طب بصوا بصوا هنا بقى مجاز لا ثانية يعني الصورة هنا في حاجة مختلف هي هي الضلالة هي اللي بتعمى ولا الضلالة بتعمي صاحبها يعني اللي بيعمى الضال الضلالة ولا الشخص لا شخص غسند او كال العمى للضلالة اخراض صاحب الضلالة تمام فهو مجاز علاقته حاليا هي من العلاقات حاجة اسمها مجاز عقلي فهي مش عليك ويا بس تفهموها كده هنا كان يقصد الشخص اللي ضل هو اللي اعمى مش الضلالة نفسها فعلاقته حاليا تمام كده طيب نيجي بعد كده يلا عبد الرحمان السؤال صح عبد الرحمان دور عبد الرحمان ولا مين ايو يصل يلا عبد الرحمان السؤال بعد لا سوريا يا شباب انا انا متطر اقفل دلوقتي ممكن نتقابلهم مرة الجاية وحبعتلكم الواجب خلاص ماشي شباب عشانه عندي حسن ماشي مع حسن لحلحة قوله